اشتركوا في القناة فقط اطلب منكم هاشتاج تحدي العشرة اتمنى ان ارى كم شخص يحبني فعلا هاشتاج تحدي العشرة خلينا نقول لوحة عمل جديدة فقط لوحة عمل على حسب 150 جيدة حتى تظهر لكم بشكل جيد انزع القفل من اللاير انا اسف لاني اسرع قليلا وذلك لاني محصور بالوقت اضغط هكذا خليني اختار مثلا جيد خلينا نقوم بتكبير الخط قليلا اتلاعب في المسافة ما بين السطر والسطر الاخر اه ربما اه هكذا جيدة اه خلينا اضعها في المنتصف اضغط على الموف تول كنترول اي لتحديد او لوحة العمل اضغط على هذا الخيار وهذا كنترول دي اه بالذلك اضغط مرتين متتاليتين خلينا نقوم باضافة اه اه هكذا اختار ابيض واسود اه خلينا نضيف اه واحدة ثانية خليها بيضاء واحدة اخرى اه هذه خليها سوداء او خليها فقط قريبة من الاسود خليها في الخمسون هذه اه هذه خليها في الخمسة وعشرون ايضا اه خلينا نضيف اه واحدة اخرى ونخليها في الخمسة وسبعون كنت ان اوفق وتأتي في الخمسة وسبعون من الضغط الاولى اه هكذا وهذه راح نخليها اه سوداء اضغط اه اوكي اتلاعب في قليلا اه هكذا اه ربما اه فقط سوف اقوم بتغيير هذه العينة اللونية واحتفظ اه بجميعا احتفظ بهذه النسخة ربما هكذا جيدة حتى هذه اقوم بكتابة نفس الكود لم ااخد الكود اضغط هنا اه خلينا نضغط اه كابي لالكود حتى يكون تناسق مئة بالمئة في اللون اوكي اه مرة اخرى اه هنا الجميل كنترول في اوكي خلينا اه قل له يا حبيبي اه هكذا افضل كنترول اي اوكي اضغط اه اوكي مرة اخرى اضغط بها الزر الايمن اه رستراعز لاير كنترول تي اضغط بالزر الايمن لالماوس دي ستورت الجميل اه بعد ذلك اختار اي ادات تحديد ربما انا اخترت اه هذه يمكنك ان تختار اي واحدة اقوم بالتحديد كنترول اكس كنترول في بعد ذلك اختار الموف تول وراح اسحب اه بهذا الشكل اتأكد انها اه هي من اعلى اضغط اه مرتين متتاليتين وراح اضيف اه اه اكيد اني اه راح اخلي والزاوية اختار اه ربما الزاوية اتية من هنا نوعا ما على حسب اه الموجود في التصميم اه ربما اه هكذا اكثر من كافي اه خليني اضغط اه ربما اوكي اه مرة اخرى اعود اتأكد اني اعود الى اللاير الاساسي اختار اه مرة اخرى قطع اخر خلينا نسمي اللايرات خلينا نحفظها بالارقام احسن كل ما علي فعله لانقل الافكت اضغط على الطبقة المطبقة عليها الافكت اضغط على الالت واسحب الافكت بالماوس واقوم بافلاته بهذا الشكل حتى استطيع ان ارى انه يطبق لي على الطبقة الثانية مباشرة بعد ذلك اضغط اه مرة اخرى على اه هذه اسحب الافكت خلينا نفصل كل من هادي وهادي اه ربما يمكنك ان تتلاعب في اي اه واحدة من اه هذه آآ بعد ذلك آآ أستطيع أن أغير لونها بآآ ضغطة واحدة. آآ ربما اختار آآ بعد ذلك اختار يمكنني ان اقوم بالضغط من آآ اول طبقة شيفت وآخر طبقة لأدخلها في واقوم بتطبيق حتى يأتي آآ فقط آآ على آآ شاهد الفرق فقط على الكثابة لا يأتيني على الخلفية حتى عندما أريد ان اضعه في تي شيرت او اي شيء آآ استطيع ان آآ اقوم بتغيير اللون آآ بسهولة. كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم بشكل سريع خفيف ضريف. اتمنى ان اكون قد وفقت في الشرح. ان وفقت في الشرح فمن الله وحده. ان اخفقت من نفسي ومن الشيطان. كان معكم من خلف المايك. الارقم فارس في تحدي عشر حلقات على الفوتوشوب في اقل من اربعة وعشرون ساعة. اشتركوا في القناة